يا صحبة في الله تحل الحياة بكم أشهد الله أني أحبكم فيه يا قادي الحاجات يا كاشف الكروبات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات عافنا واعف عنا فرج همومنا اشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأسعد قلوبنا واجعلنا من المقبولين عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه أتمنى يا ربي يكون الجميع بصحة وعافية وهنا اليوم بعمل لكم فطيرة السوسيس فطيرة لذيذة جدا وهشة وخفيفة وطرية وفتطلع طعمها لذيذ جدا جربوها وتقولولي ايه رأيكم ان شاء الله عندي ايه المكونات عندي كوبايتين من الدقيق وثلاث معالق كبيرة من الزيت ومعلقتين حليب بودرة ومعلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة خميرة وعندي رشة ملح وعندي بيضة وعندي مية دافية للعجل يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض هحط كل المقادير دي على بعضها هحط الدقيق على الخميرة على الزيت على الحليب على السكر وهحط نص بس نص البيضة وهشير نص الصفارة علشان اتهن بيها فطيرة السوسيس هعجن لمدة سبع دقايق لو بالعجان لو بايدك هتعجيني عشر دقايق بالضبط وكده بعد ما خلصت معي وعجنتها سبع دقايق باختها من العجان وهعمل ايه بقى؟ اختها احطها بقى في البولة اللي عندي وحط نقطة زيت بس وغطيها بستريتش رول وحطها في مكان دافي لمدة قد ايه؟ لمدة تقريبا يعني نص ساعة او على حسب المطبخ اللي عندك بعد النص ساعة نفريتها مع بعض ونشوف ان شاء الله شكلها يكون ايه وبعد مرور النص ساعة العجينة اختام رده بقى بالشكل ده ما شاء الله عليها هعمل ايه؟ هجيب صنية بيت زا او اي صنية عندي وهتهنها بشوية من الزيت ليه؟ علشان ما تلزقش معي العجينة لما ادوس عليها اتهن الصنية كويس جدا من الجوانب لو ليها جوانب او نفس الصنية كلها المهم اتهنها كويس جدا وابدأ بقى انزل بالعجينة واحطها فين؟ هحطها في الصنية هفرتها في كل الصنية افرت بقى ودخلها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا فرتها هعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض ان انا هعمل لها زي ايه؟ زي يعني هقصها شوية عاملة زي الساعة عارفين الساعة لما يكون فيها علامات؟ انا هعمل علامات كلها متساوية يعني هعمل كل اتنين قصات بعض من نص الصنية كده اعمل لها علامات مش هقص جامد بس حتة صغنونة علشان نعمل بيها شكل فطيرة السوسيس وهعمل من الجنب ده ومن الجنب التاني بحس تبقى لي كلها ايه؟ العلامات دي واخدى العلامات اللي هي علامات اللي مفتوحة شوية علشان اوريكم ازاي بنشكل السوسيس والسوسيس معي طبعا لازم اكون ايه؟ اسلقه بس يعني يدوبك دقيعتين ممكن تحمري كمان زي ما بتحبي انا بس بسلقه لمدة دقيعتين وقطعه دواير صغيرة علشان هوريكم ازاي هعملها شايفين العلامات؟ هعمل العلامات كده تكون متساوية علشان تكون بعيدة عن بعضيها علشان اعرف اشكل بقى السوسيس معي خلاص هتكون بالشكل ده كده عملتها كلها بالشكل ده هبدأ بقى اعمل ايه؟ هبدأ احط برضو عندي صلصة البيتزا صلصة البيتزا عبارة عن ايه؟ عبارة عن سوس طماطم وكمان معي بصلة وشوية ملح وشوية فلفل اسود عندي اهو السوسيس وعندي كمان جبنة موزرلة موزرلة ممكن تحط جبنة شدر جبنة اي جبن انت بتحب تحطيها ممكن تحطيها هاخد السوسيس بالشكل اللي انتو شايفينه ده مقطعه صغير زي ما قلتلكم دوير صغيرة وهحطه فين؟ هحطه على اخر اللي انا كنت اقطعه هحطه على اخر واحدة هوريكم اقرب لكم الصورة شوية علشان تشوفوها هحطه على اخر كل واحدة بالشكل ده كده شايفين؟ علشان نشكلها مع بعض ان شاء الله واوريكم ازاي بتتشكل فطيرة السوسيس خلصتها كلها بالشكل ده ويلا نبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه؟ شايفين هاخد الطرف اللي هو في الاخر وهدوس على السوسيس من هنا واسبت الطرف كويس جدا علشان لما تختمر تاني وتدخل الفرن تنفش معايا وتبقى نفس شكلها كده ما تفتحش معايا كده بيكون افضل شيء اضغطي كويس جدا علشان ما تفتحش معاك وكده شكلها بعد ما عملت كلها هبدأ بقى احط ايه؟ صوص الطماطم او صوص البيتزا اللي انا عمليه احطها على كل الفطيرة بالشكل ده اللي هي ايه؟ في النص ممكن تحطي اي شيء بقى حشو عليها زي ما بتحبي بس هي علشان فطيرة السوسيس انا هقطع عليها كمان سوسيس فوق الصلصة اللي انا حطها وهحط بقى السوسيس انا مقطعها صغير علشان لما ناكل الفطيرة دي بقى طعمه حلو جدا هتحطيها طبعا على كل البيتزا في كل النواحي تحطي علشان كل ناحية تكون فيها عشان لما نيجي نقطعها يكون فيها طبعا ايه؟ كلها تبقى السوسيس وبعد كده نحط ايه بقى؟ نحط الجبنة المزرلة لو زي ما قلتلكم ممكن تحطوا اي جبن انتو تحبوا تحطوها وبعد كده هحط بقى الجبنة المزرلة برضو فوق ايه؟ فوق السوسيس ممكن نحط الجبنة وممكن نحط كمان فوقها سوسيس علشان تديها شكل حلو لفطيرة السوسيس هحط كل الجبنة اللي عندي بالشكل ده انا خلصتها خلاص ياريت تعملوها تخرموها علشان انا نسيت اخرمها بالشوكة علشان ايه؟ ما تقبش معايا وهي في الفرن وكده شكلها وعندي سفار البيض اللي انا قلتلكم نخلي منه جزء علشان ايه؟ علشان نتهن به جوانب الفطيرة بالشكل ده تديني شكل حلو لما بتتحمر بتدي شكل حلو جدا احسن ما نسيبها يعني كده لكن ممكن نسيبها او ممكن نتهنها بحليب بس الخلطة دي تحطي لها شوية من النسكة فيه بتطلع حلو جدا ما فيهاش اي زفارة من البيض ونحط شوية من الخل واتهن بها بقى وندخلها ايه؟ على فرن انا هسيبها كده شوية علشان تختمر معايا يعني بنريحها بس شوية يعني المدة عشر دقايه بعد ما تختمر معايا بدخلها الفرن بيكون درجة حرارته كم؟ بتكون درجة حرارته متين من فوق ومن تحت لو عندك مروحة بتدوري من فوق ومن تحت وبتستخدمي المروحة ما عندي كيش خلاص هتستخدمي من تحت لمدة خمس دقايق وبعدين هتحطيها على الشوية شوية لمدة خمس دقايق يعني بتاخد معايا بالظبط عشر دقايق او تلت ساعة بالظبط وبتكون جاهزة في طيلة السوسيس يلا نحطها مع بعض في الفرن قديني حطيتها بالشكل ده نستوديحها لا وبعد بالظبط عشر دقايق او ربع ساعة تلت ساعة على حسب طبعا كل واحده فرنه هشوفها وهطلحها في طبق التقديم وهوريكه طلعت معايا فطرت السوسيس بالشكل ده شايفين شكلها لذيذ جدا اغطيها شوية وحطها في طبق التقديم واوريكه وكده معايا فطرت السوسيس بالشكل ده بتطلع لذيذة جدا شكلها كمان احلى من الصور شكلها لذيذ جدا يلا نقطعها مع بعض ونشوف ايه شكلها من جوا انا سبتها طبعا تبرد شوية فالجبنة مش هتمط معايا لكن نفس العجينة بتكون خفيفة جدا وهشة ولذيذة جدا يعني عجنتها فعلا تكون لذيذة جدا شايفين من هنا طرية طرية شايفين الطراوة طرية جدا وطعمها خطير جربوها ان شاء الله هتعجبكم اتمنى ان فطرت السوسيس تكون عجبتكم ويا رب اذا عجبتكم اتمنى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا